اشتركوا في القناة 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 وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات ثانيا تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحد من الفعاليات والأنشطة الملوثة وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين باء إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها وأخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة كافة أشكال التلوث جيم تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة من أجل إيقاف كافة مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها دال التنسيق بين وزارة البيئة مع فريق سي بي آر أن التابع لمديرية الدفاع المدني العام بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق ثالثاً تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين رابعاً تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي أليف وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر باء إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي جيم إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى وكذلك معالجة التصاريف السائل منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة خامساً تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكثيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآليات صديقة للبيئة وفي إطار برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية الذي تعاقدت عليه الحكومة مع الشركات العالمية المتخصصة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية وافق مجلس الوزرائي على التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة لمشروع إدارة وتشغيل مستشفى الشعب بسعة 200 سرير في بغداد بالشراكة مع شركة مختصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة رقم 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 إقرار توصيات محظر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية بشأن الخطة الشتوية للموسم 2024-2025 استنادا إلى أحكام الدستور على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقر السادسة من التوصيات المذكورة آنفاً وآلية التمويل باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتم عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف وترفع توصياتها خلال أسبوعين التوصي إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الطيران المدني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 24.441 لسنة 2024 المرسل إلى مجلس النواب العراقي بحسب الآتي الموافقة على الملحوظات المرسلة من سلطة الطيران المدني بموجب كتابها المؤرخ في 9 أيلول 2024 بشأن المشروع قرار أولاً تخويل الشركة العامة للحديد والصلب التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن بالمشاركة مع مطور لإنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة على قطعة الأرض المرقمة 9 على 17 مقاطعة 44 هيلة جنسها صناعي البالغ مساحتها 3000 متر وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 استثناءً من مهام عملها الأساسي ثانياً لهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة تطوير وإدارة المدينة الصناعية آنفاً بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة واستمراراً لنهج الحكومة في إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة وافق مجلس الوزراء على الآتي أولاً إدراج المكونات هدم وإعادة إنشاء مراكز ثقافية عدد اثنياً في راوة والقائم وإعادة تأهيل المركز الثقافي في الفلوجة هدم وإعادة إنشاء المركز الثقافي في الرطبة ضمن مشروع إنشاء مراكز ثقافية عدد ستة في أقضية محافظة الأنبار المدرج ضمن موازنة المحافظة وتخفيض الكلفة المالية لها مع زيادة كلفة المشروع الرئيس ثانياً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع المجمع السكني في محافظة الأنبار عانه شكراً جزيلاً لكم اشتركوا في القناة